الحقيقة مقدمة حلقة النهاردة يعني عن حاجة كلنا بلا استثناء بنعايشها وبنمر بيها عنوانها الرئيسي هو الموضة 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 بتكون في الملابس الموضة بتكون في قصات الشعر الموضة بتكون في الأشكال في الألوان في العربيات يعني دايما كده نقول ايه اه دي حاجة كده طلعت موضة طلعت موضة وكملت او طلعت موضة واختفت وكلمة موضة يعني ارتبطت في أذهاننا جميعا ويمكن ده على مستوى العالم كله بالشيء اللي بيظهر بشكل يعني كبير جدا جدا وبعدين يتغير باستمرار المشكلة بقى لو الموضة دي استمرت الله طب هي مشكلة في ايه هقول لكم لان اغلب الموضات ما بتبقاش حاجات جدة وما بتبقاش حاجات مفيدة للانسانية يعني بتكون موضة كده نقول الله هو ماله شكله عامل كده يقول لك ده موضة يا سيدي او ده هم مالهم بيتكلموا كده ليه يقول لك ده موضة فدايما بالرجوع كده للتاريخ حتى هتلاقوا ان الموضة دي ارتبطت دايما بحاجات اللي لم تكن سيئة فعلى الاقل يعني ملهاش فيد لكن بتظهر المشكلة بقى الحقيقية هي انه الموضة دي لو كانت سيئة واستمرت فساعتها هنا بنقف ونقول يعني ليه الموضة دي استمرت وليه مستمرين فيها وايه الوسائل ان احنا نغيرها من الموضات جمع موضة يعني من الموضات اللي طلعت في الفترة الاخيرة على مستوى العالم كله هو تناول مشروبات الطاقة والتدخين الالكتروني والحقيقة ان الحلقة دي تحديدا احنا خصصناها لحضراتكم للحديث عن اضرار ومخاطر مشروبات الطاقة واضرار التدخين الالكتروني بدايتنا هتكون مع مشروبات الطاقة واللي الحقيقة بيتم الترويج الشديد لها على مستوى العالم كله لدرجة الاستعانة بالنجوم في مختلف المجالات ومنهم في بلدنا مصر تلاقوا نجوم كبار جدا جدا المفروض يعني وبيروجوا لمشروبات الطاقة دي على اختلاف انواعها واشكالها وعلشان كده قبل مبدأ كلامي عن اضرار مشروبات الطاقة او مكوناتها ثم اضرارها احب ان انا اوجه كلمة عن المسئولية المجتمعية للمشاهير او للنجوم يا جماعة مش كل حاجة يأتي من ورقها المال تتعمل لازم نسأل نفسنا الحاجة دي مفيدة ولا مضرة يعني انا فجئت الحقيقة باحد يعني كبار الرياضيين في مصر في الفترة اللي فاتت مش عايز اقول كمان يمكن في العالم العربي يعني بيروج لنوع من انواع الاكلات تمام فالاكلات دي وبتروج لها كمان على انها حاجة يعني يعني هو ظهوره في هذه المادة الاعلانية بيقول انه هو ده رياضي فبالتالي هي حاجة مناسبة للرياضيين او ما الى ذلك وللأسف فيه اطفال بتقلد يعني الحاجات دي كلها كذلك برضو النجوم اللي بيشاركوا في حملات واسعة جدا جدا سواء مثلا للمياه الغازية اللي هي برضو لها اضرار ولكن ليست في خطورة او في مشاكل مشروبات الطاقة علشان كده انا بوجه كلمتي دي لكل المشاهير على كل المستويات لازم يكون فيه عندكو ما يعرف بالمسئولية المجتمعية انا بعمل ترويج لايه لحاجة هتفيد الناس هتفيد الشباب هتفيد الاطفال هتفيد البنات ولا حاجة هتضرهم لو حاجة هتضرهم يبقى انا هيكون علي مسألة وذنب كبير بادئ ذي بدء امام ضميري ثم امام التاريخ والانسانية بعد كده تاريخيا اول ظهور لمشروبات الطاقة كان في اوروبا واسيا في فترة الستينات من القرن الماضي اللي اختراعها رسميا هو واحد اسمه تشا ليو في السبعينات وده كان في تايلاند ظهرت بعد كده بشكل واسع والاول مرة في النمسا وده كان عام 1987 ثم ظهرت في الولايات المتحدة الامريكية عام 1997 والغريب انه بعد كده ظهرت في دولة الامارات الامارات العربية المتحدة عام 1998 ثم اكتاحت كل ارجاء العالم بعد كده والحقيقة ان تسمية المشروبات دي بمشروبات الطاقة هي تسمية مزيفة مبدئيا كده او بشكل ادق كان لازم المسمى يكون مشروبات الطاقة الخطيرة وده مش مبلغة مني ولا تجني ولا تجاوز لانه هتعرفه دلوقتي لانه محتوى هذه المشروبات كلها كلها مشروبات الطاقة دي انواع كتيرة او كل المحتويات بتاعتها او كل المكونات بتعتمد على تنبيه غير طبيعي وقوي للجهاز العصبي والدورة الدموية في الجسم وده حاجة خطر خطر كبير وقبل مشرح لحضراتكم ايه الاضرار هقول لكم على مكونات مشروبات الطاقة كل الانواع فيها المكونات اللي انا هقولها دي بنسب مختلف بس لازم بيكون فيها المكونات دي بتختلف ممكن يبقى فيه مكون او اتنين نقصين بس مش بس فيه مكونات رئيسية ماينفعش تنق سا تعرفوا دلوقتي مكونات مشروبات الطاقة هي ايه الميا الجولوكوز الله طب ما الميا حلوة يا عم والجولوكوز لا اسمعوا بس ماهو الميا والجولوكوز دي دي المادة السائلة اللي احنا بنشربها خلاص الجولوكوز ده طبعا ده حاجة سكرية عالية جدا بس دي مش دي الخطورة لسه المخاطر هتعرفوها دلوقتي ميا جولوكوز حمض ستريك او ستريك أسد ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون موجود في المشروبات الطاقة حمض اسمه حمض التورين وده عليه قصة كبيرة جدا جدا هتعرفوها مني دلوقتي مادة اسمها سترات السوديوم نكهات طبيعية وصناعية زي منتو بقى ممكن تتخيلوا مادة تانية اسمها جليسروز استر الراتينج او ما تعرف علميا بصمغ الخشب دي موجودة في مشروبات الطاقة السكروز ده غير الجولوكوز يعني فيه هنا تكسيف لعملية السكريات اسيتات ايزو بوتريت ودي مادة برضو الكافيين وده اللي عليه العين بقى مشروبات الطاقة دي مليانة كافيين اضعاف مضاعفة اللي بتبقى موجودة في القهوة عشان تبقوا عارفين وده سرها مادة الكافيين وحاجات تانية هتعرفوها دلوقتي مادة الكافيين بتكون موجودة بتركيز عالي موجود كمان حمض البانتوفينك وموجود فيتامينات به ستة وبه اتناشر وبه تلاتة اللي هو النايسين هتقولولي الله ده فيها فيتامينات هي به ستة وبه اتناشر تبقى حلوة هتعرفو دلوقتي ايه خطورة وجود الفيتامينات دي فيه وموجود حاجة اسمها ثايو برومين كمان وموجود مركب اسمه بولينيا كابانا وده مستخرج من نبات اسمه الجورانا وده نبات فيه منطال خطورة وموجود مادة الجينسينج هتقولولي الله طب ما احنا بنسمع عن الجينسينج ده انه هو مقوي طبيعي هتعرفو دلوقتي بردو وموجود مادة اسمها ايه 150 وكنا اتكلمنا عنها في حلقات سابقة مع حضراتكم انها بتتوجد في مشروبات الطاقة وفي المياه الغازية واحيانا في بعض الانواع الشوكولاتات وانواع الحلويات وده مادة خطيرة جدا كل المكونات دي خطر كل المكونات اللي انا قلتها حالا دي اللي هي عبارة عن تركيب مشروبات الطاقة ايا كان بقى مكانها في الدنيا خطر حتى المواد اللي في ظروف تانية بتكون مفيدة زي فيتامين بيه 6 وبيه 12 زي ما لسه اقل لكم لان النسب الخاصة بهذه المكونات بتتحط بتكون في مستوى خطير للجسم ما هي مش كل حاجة ما احنا فاكرين لما بقول لكم اي حاجة تزيد عن حدها بتبقى خطر تمام ده حتى فيه حاجة اسمها فيتامين توكسيسيتي سمية الفيتامينات دي لما تزيد في محتوى فيتامينات في الجسم تعمل سمية تبقى زي السموم انتوا فاهمين قصدي دي بالنسبة للمكونات اللي هي في العادي بتكون امنة زي به 6 وبيه 12 وجينسنج بكمية صغيرة وكده انما تبقى مكونات اخرى هي الضارة جدا بشكل لا يحتمل اي لبس زي الكافيين بنسبة المرتفعة قوي في مشروبات الطاقة وحمض التورين والسكريات وبيه 3 اللي هو الناسين والجورانا والجينسنج والثايوفلين والE150 والنيوبرومين والثايوبرومين عايزة اقول لكم بس كلمة عن حمض التورين انا قلت لكم دلوقتي حاجة عن حمض التورين حمض التورين ده انتوا هتفهموا اصدي على طول لما اقول لكم حمض التورين ده عامل ايه مادة بتكون موجودة بنسبة عالية جدا في السائل المنوي للثيران للتور للسائل المنوي للتور تمام في مشروبات الطاقة بيتم تصنيعه مش بيتاخد من المصدر ده مش بيتاخد من التيران وعايز اقول لكم ان الشركات المصنعة لمشروبات الطاقة يعني تقدروا تقولوا وهبة حياتها لنفي الاشاعات دي وهي فعلا اشاعات يعني اللازم الحق يقال لكن هي مادة موجودة في الطور في السائل المنوي للطور تمام دي بتتصنع بقى وتتحط في مشروبات الطاقة خلاص كده نيجي بقى دلوقتي الاضرار على الجسم اضرار مشروبات الطاقة اللي الناس كتير قوي بتستسهل ويقولوا ايه ما المشروبات الطاقة دي زي الحاجة السقعة لا خالص مشروبات الطاقة دي مشروبات خطيرة هتعرفوا دلوقتي اثرها المباشر وعايز اقول لكم بس خطورة مشروبات الطاقة انها ما بتاخدش فترات طويلة علشان تعمل اثر سيء دا الاثر السيء دا بيكون في ساعتها ساعتها يعني خلاص ومع تكرار بقى الامر الواحد كده اللي بيتناولها بيودي نفسه في مشكلة صحية كبيرة جدا او مشاكل صحية كبيرة جدا اول اضرار مشروبات الطاقة بتكون على القلب والاوعات الدموية القلب والاوعات الدموية بيحصل زيادة شديدة في معدل ضربات القلب قلب عمال يضرب بسرعة تعارفين ايه مشكلة القلب لما يضرب بسرعة انه القلب ما بيملاش كويس هقول لكم مثل شهير قوي عشان تفهموه كانوا بيشرحوا هلنا اسات زيتنا الله يكرمهم في كل الطب عشان تبقوا حضراتكم عارفين تخيلوا معايا لو جبنا حنفية حنفية مية وجبنا كيس وفتحنا المية تمام وبنقول ايه لما الكيس ده بيتملي عند مستوى معين بنروح عاملينه كده طبعا يعني دي حاجة وحشة بس قصدي يعني ايه عشان اقرب لكم الماس نو بنعمل كده فتقوم المية تطلع لمسافة معينة صحي كده تخيلوا معايا ان القلب ده هو الكيس والمستوى اللي بيملى ده هو الدم فلازم يوصل لكمية معينة في الشرايين وجوه القلب في القذينين ثم البطينين عشان يحصل للانقباضة دي فيقوم الدم ده يتوزع في الجسم كله ربنا سبحانه وتعالى خالق الاقاع بتاع ضربات القلب ده شفتوا انا عمل ازاي بمعدل معين يضمن ان القلب يكون اتملا وبالتالي حصل الامداد الدموي لكل حتة في الجسم طيب ايه اللي بيحصل بقى لما معدلات ضربات القلب تزيد نرجع للمثل بتاع الكيس والحنفية تخيلوا معايا بقى الحنفية موجودة هي والكيس بس انتم مش مستنين بقى على المستوى الليفل او الخط اللي احنا معلمين عليه لا كل شوية نعمل كده كل شوية احنا اللي نعمل كده فبتكون النتيجة ايه الدم او المية ما بتطلعش من الكيس الا الكمية محدودة جدا يبقى ضربات القلب لما تزيد مشكلتها مش بس ان الواحد يحس هو الواحد بيحس بالارهاق ده كل جزء من اجزاء الجسم بيتأثر لان الامداد الدموي المفروض القلب ده يملى لحاجة معايا شايفين مثلا ايه دي عاملة ازاي نعمل كده يوصل الدم ده ينتشر في كل ارجاء الجسم انما لما يقعد يعمل كده 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 فما بيلحقش يملى بالبلدي كده يقوم الدم ما يوصلش لمناطق كتير اوه تكرار حدوث هذا الامر امر شديد الخطورة على كل اجزاء الجسم اللي بتحتاج الدم والدورة دموية عشان تشتغل مش بس بيحصل زيادة في ضربات القلب لكن بيحصل كمان اضطراب في ضربات القلب او ما يعرف بالاريذمية يعني ضربات القلب دي لها اقاع معين لما نقول مثلا ضربات القلب 73 في الدقيقة 75 في الدقيقة حاجة وستين 80 80 في الدقيقة ولكنها منتظمة تاك 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 اللي هو النبض اللي بنسمعه بالسماعة او بنحسه بادينا او ما الى زال صح كده؟ فيه بقى مشكلة تانية اسمها الاريذمية الاريذمية ايه وريذمية ريذمك ده يعني منتظم وكلمة الاريذمية لما نحط لها ايه في الاول بقت غير منتظمة فنقوم نحصل ايه؟ يحصل اللخبطة بتاعة ضربات القلب دي او ما تعرف بالرفة القذينية وده امر شديد الخطور وبيؤدي الى حدوث تجلطات في الدم زيادة فرص حدوث الجلطات في الشرايين لانه عدم الانتظام ده بيخلي الدم يحصل له حاجة اسمها ستيزيس انه يركن او يبقى في الشرايين كمان من المشاكل اللي بتحصل من مشروبات الطاقة على القلب والاوعية الدموية ارتفاع شديد في ضغط الدم وبيحصل كمان هبوط وفشل القلب يعني انا عايز اعلق يعني طب هو احنا جاي علينا بايه كل ده مادة بنشربها بنشتريها الاول بندفع فيها فلوس كتير بنشتريها نفتحها كده ونشربها عشان تعمل لنا الحاجات دي في القلب القلب بس لانتو لسه هتعرفوا الباقي دلوقت الجهاز العصبي وحاجات تاني طب ليه؟ بنعمل كده ليه؟ عشان الموضة وللأسف نلاقي شباب صغيرين وبنات صغيرين بيعملوا الموضوع ده عادي جدا وكأن دي رمز ان هم الكبار او نلاقي رجالة وستاتة يقول لك انا بشرب عادي يعني ده عادي ده انا باخد واحدة او اتنين في اليوم ده خطر شديد على صحة حضرتك هتقولولي يا الله طب لما هي خطر بتتبع ليه؟ طب ما هي السجاير خطر وتسبب لسردانه وتتبعه ماهم ليس كل ما هو خطر ممنوع بيعه يعني تمام؟ عرفنا دلوقتي الاضرار المباشرة لمشروبات الطاقة الخطيرة على القلب والاوعية الدموية